إياد عامر طالب يبحث في الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية أما عزيزة البنة فتدرس علم النفس رزان حمد تدرس علم الفلك ثلاثتهم من الفلسطينيين المتفوقين الذين حزوا على المنح الدراسي الكامل في جامعات في الولايات المتحدة ما يجمعهم في واشنغتن الآن هو برنامج منح يسمى صندوق الأمل دون الحفن ما كنت رح أقدر أعملها حتى إيجي هام الأكاديمي الفلسطيني الأمريكي فهيم قبعين أسس برنامج صندوق الأمل قبل قرابة العشرين عاما عندما قرأ مقالا في صحيفة الواشنغتن بوست كتبت فيه الصحافية الإسترالية جيرالدين بروكس عن قصة رائد أحد أطفال الانتفاضة الذي التقتها بعد أن رشق سيارتها بحجر لتفهم منه قصته بعد سنوات قامت الصحفية اليهودية بدفع تكاليف دراسته الجامعية فهيم قبعين قرأ القصة المؤثرة وقال ها أنا لدي حياة مريحة في الولايات المتحدة تعلمت هنا وما الذي فعلته لمساعدة شعبي هذا ما دفعه لتأسيس منحة صندوق الأمل فهيم قبعين توفي قبل ست سنوات لكن مؤسسة التعليم غير الربحية أمد إيست ما زالت تدير البرنامج الذي درس بفضله أكثر من مئة لاجئ فلسطيني من محدود الدخل في فلسطين ولبنان غالبيتهم أبدعوا في دراستهم ورغم أن هدف المنحي من هذا النوع عودة الطلبة إلى بلادهم إلا أن ذلك يصطدم أحيانا مع الواقع السياسي كما تقول عزيزة البنة التي تأمل بالعمل في مجال الطب النفسي فلسطينيين في لبنان لا معهم فرص أن يشتغلوا بالمرة حتى لو تعلمت دكتور أو مهندس أو أي شيء بفيلد منيح لا يمكنك تشتغل لأنه لا يعطيك رخصة لتفتح عيادة فلو ما تعلمت لا سيكون فئة لك فرصة تشتغل أم تفوج هذا العام؟ فيضم 13 طالبا وطالبة ينتظر ثلاثة منهم أذونا إسرائيلية للخروج من غزة والسفري إلى هنا من الشقاق العربية وواشنطن